لن أستقبل نادي الشغل الجديد ده الشغل الإحصائيات والتحليل الإحصائية وقاعدة البيانات والاستمرارات التقييمات والكلام ده كله هو ده حالياً دلوقتي اللي موجود عالمياً الكرة بقت علمي دلوقتي والتدريب بقى علم يا كابتن الكرة بقت إحصائيات دلوقتي طبعاً اللعب يتمن بعدد لمساته للكرة ما هو معنى أنه عدد لمساته للكرة وبيجري قد إيه وبيسجل إزاي ولا وقصيب قد إيه والكلام ده قاعدة بيانات للعب اسمها المصطرة طبقاً أنت عارف اللعب ده من بدايته كان إيه وبقى إيه دلوقتي بقى أسات بس الأسف الشديد ماساعدناش في القصة دي مساعدكش طبعاً بقول لي لك كابتن علاء فرجان والله أنا بقول لي علاء كل سنة أنت طيب ومبروك عليك البطولة الجامورية مع 2001 وواحد سنتين يعني السنة الأولينية البطولة الأول والسنة التانية التانية بفرق هدف واحد وأنت طبعاً مدرب قدير وتستحق كل خير علاء وأنا بشكرك على شهادتك لأن طبعاً شهادتك دي أعتز بيها بالنسبة لنا أخ صديق عزيز طيب لما بكلم على الاعتزال اعتزال ده بيبقى قرار صعب قوي بالنسبة لأي لعبة مش هقولك كورة الخدم بس إنما كورة الخدم عشان بتبقى قدام العالم وهي اللعبة اللعبة الشعبية إنما لو لك أم ما أنت خدت قرار الاعتزال انت بطل ستة عشرين سنة خمسة عشرين خمسة عشرين كمان طب إيه اللي إيه اللي بطلك بدري شوف يا كابتن أولاً أنا ما اعتزلتش ما اعتزلتش تركت المجال أنت تركت المجال يعني ما اعتزلتش وتركت يعني ما عملتش اعتزال علني معلن وتكريم زي كالمعتاد أنا لما رجعنا من بطولة الأفريقية ثمانين اللي كانت في ليجوس مم جالي عرض نادي أبو الظبي كان رئيس النادي هو المجرب الألماني بيتابعهم عاوزين اللعبة فجاء كلمني ما قبل ما متفكر في الاعتزال ده من ضد بداية القصة فقلت له والله قناة شرعية أعمل الاتصال مع النادي أعمل الاتصال مع النادي كأنا بدفعهم ليون النادي طبعا أنا منتخب وبتاع فرفعهم تعجيزي مم فأنا لما عرفت ورجعنا من البطولة عدت بينه وبين نفسي الليه النادي بيعمل كده معاه وأنا باعطي وما باخدش الله وأنا هفضل أعطي على طول أمش ليه عمر زمني طيب أنا أنا مستقبلا عملت ايه مم ولا حاجة طالما العملية كده الله طب وقعد ايه خدت القرار يا كابت ان انا أسافر هنروح الامارات زي ما علي راح خليب وحلم طلون بس ملعبوش بتلعب دور عام ولا لا 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 مش دور عام هناك شركات وحاجات زي كده متاع الدفاع الدور الجيش هناك فالمهم قلت طب أنا أخذ تجربة ايه المشكلة وكنت ايه راجع من نيجيريا راجعنا من نيجيريا سب سبعة شهر 8 خدت القرار أنا اروح أخذ التجربة من غير ما حد يعرف انت جواك زعلت لان اه تضحيت بحاجات كترة اهلي وزمالك اه ومفيش حد اقدر الكلام ده وبعدك هايخضوا مليون وتخيل بقى خدت سلفة من النادي 500 جنيه رفضهم موضح لقفل بقى خدت بعضي والتاني يوم سفرت مين كي برتب لك بقى الكلام ده كله والله يا جات بزروفة واحد صاحبنا فعملي تأشيرة بزي العراق يعني لا اه 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 المدرسة الثقافة العسكرية كانت فيها علي خليل حسن بصري والجواري ايو ايو اي انا فاكر فاكر اه فاكر انت الكلام ده كان دوري قوي جدا اه ونائب الزعف في تلفزيونه ورئيس اركانه وزير الدفاعه وجواز بقى المهم لعبت سنة والسنة التانية اه اه توليتي التدريب وانا في الملعب ببص بره كده التمرين كان معمول لنا ملعب خاص شيخ محمد ابن زايد عمل لنا ملعب خاص بساكن للعيبة زي معسكر الزبط تفرر ايه ديت حمد جمعة ربنا ادلو الصح اللهم امين يا رب امين ما عرفت زايلة اللهم امين يا رب امين ما عرفت زايلة النوع تعالى لا ربنا هيكملش فعله خير يا رب ربنا يا شفي اه هو ده حمد جمعة ولا مين ولا واحد شاكله ولا ايه قالولي اه كان عندي بقى في الفرقة كان الشال محمود حافظ حارس الاسماعيل اللي رحمه عموح ادم اه وفؤاد عليوه المصري اه وغريب السيد من الشرقية وضمت عليهم حمد جمعة حمد قال لاني جاي ووضعوا العين ومش العين وما فوقتش وبتاعلت له خلاص خلص هاتم الاخر فضمته للفرقة وخلصنا له التعاملات بتاعته وطلع لانه كل يعني زبطنا الامار كله وبقى مع انا اه معايا في الفرقة الكلام بعدت اه مفيش بقى حد اتصل بك من المنصورة ولا حد يكلمك ولا ايه لا ولقيته مرفعين عليها قضية عشان ال 500 جنيه وانا ماخدش 500 اصلا ماندوماكش اه مرفعين عليك قضية ليه وانا عشان اولي السلفة 500 جنيه اه وطلعت طبعا اي كلام وانت كنت طالب صلفة ماندو هلكش اه وما الرفع اضيق علي ايه بقى ان انا خدت صلفة كمسومتين يعني ناس بتزور يعني يعني اي كلام ايه اخر اتحافظت فده ده ده السبب يا كابتن ان انا خلاص قفلت معايا قلت لقيت نفسي مرتاح عاملين لي شقة وعملين لي سكن لوحدة واولادي وجبت عيالي وقعدت استقريت وملعب خاصه قعدت كم سنة؟ مروفيشنال قعدت جي تسع سنين تسع سنين لما رجعت يا مصر بقى ايه اللي حصل؟ رجعت مصر اشتغلت برضو في التدريب في المنصورة؟ اه ضربت انديت المنصورة كلها كل الفرق كل المراحل السنين؟ كل انديت المنصورة ذا شيربين صعتهم مرتين من تالت التانية الاولى من تانية الاولى شيربين ونبرو بالقاس واخيرا المنصورة من سنتين كانت تقع فرقة المحافظ كلفنا ان احنا نحل مشكلة البلق النادي انا فاكر اه وقعدنا وقعدت المسئولية وقعدنا وما خدناش تبرع في النادي خدناش راتب طيب انت واشتغلت منتخب مصر الناشئين ناشئين منتخب عاودك تسمحها كويس وشوفها ترد علي تقوله اياه اوكال اوكال